بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني درسنا لهذا اليوم هو الانسحاب معلمكم الأستاذ علي عبدالله الأنبر والزميلي في الوطن الشهراء الأستاذ معاذ القرعاوي إذن موضوع درسنا لهذا اليوم هو الانسحاب فكرة الدرس أرسم انسحاباً في المستوى الإحداثي إذن فكرة الدرس أرسم انسحاباً في المستوى الإحداثي المفردات التي يحتويها هذا الدرس الانسحاب استعد تصميم قام هيثم بإنشاء التصميم المجاور باستعمال الحاسوب وذلك برسم نموذج وتكراره أفقياً ورأسياً السؤال الأول صف الحركة المتبعة في نقل التصميم من وضع إلى آخر هيثم قام بإنشاء هذا التصميم على الحاسوب وقام بتكراره هذا النموذج هذا هو النموذج باللون الأخضر ألف بات جيمدال قام بتكراره أفقياً ورأسياً السؤال الأول يقول صف الحركة المتبعة في نقل التصميم من وضع إلى ماذا؟ إلى آخر هنا وحدة إلى اليسار ووحدة إلى الأسفل انتقل وحدة إلى اليسار لاحظوا هنا انتقل وحدة إلى اليسار ووحدة إلى الأسفل فأصبح في هذا الموقع السؤال الثاني قارن قياسات قطعة التصميم الجديدة وشكلها ووضعها في الوضع الأصلي لها لو قمنا بمقارنتها بالوضع الأصلي سوف نجد أنها متساوية الانسحاب هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر دون تدويره إذن الانسحاب هو أن ينتقل الشكل من موقع إلى آخر دون ماذا؟ دون تدويره تمهيد لدينا هذا الشكل مثلث هنا انتقل خمس وحدات إلى اليمين لو قمنا بملاحظة هنا هذه وحدة اثنان ثلاث أربع خمس هذا الرأس انتقل خمس وحدات أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاث أربع خمس أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاث أربع خمس قام بانسحاب خمس وحدات إلى اليمين المثلث تحرك خمس وحدات إلى اليمين ثم تحرك ثم تحرك إلى أعلى ببقدر كم؟ ست وحدات اذن المثلث تحرك ست وحدات إلى الأعلى تسمى هذه العملية انسحابا هذه العملية تسمى بانسحابا المثلث بداية انتقل خمس وحدات إلى اليمين ومن ثم انتقل ست وحدات إلى الأعلى الانسحاب هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر دون تدويره لدينا مثال رسم الانسحاب المثال الأول انسخ شبه المنحرف سين صاد عين لام المبين على ورقة رسم بياني ثم رسم صورته بالانسحاب أربع وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أسفل يا أحبتي نريد منكم إحضار ورق رسم بياني ونسخ شبه هذا المنحرف سين صاد عين لام ونريد أن نرسم صورته بالانسحاب أربع وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أسفل في البداية في الخطوة الأولى حرك كل رأس لشبه المنحرف أربع وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أسفل كما في هذه الصورة نقوم بتحريك كل رأس من الرؤوس هنا هذا الرأس قمنا بتحريك أربع وحدات إلى اليسار ومن ثم وحدتين إلى أسفل وأصبح سين شرطة هو الرأس المناظر لسين هنا أيضا نقوم بهذه العملية لكل رأس من الرؤوس كما هو ظاهر في هذه الصورة الخطوة الثانية صل بين الرؤوس الجديدة لتكون الصورة نقوم بالتوصيل بين الرؤوس الجديدة فتتكون لدينا هذه الصورة لانسحاب شبه المنحرف لدينا تحقق من فهمك السؤال ألف إنسخ المربع فقاف هايا المجاور على ورقة رسم بياني ثم رسم صورته بالانسحاب خمس وحدات إلى اليمين وثلاث وحدات إلى أعلى لدينا هذا المربع فقاف هايا نقوم برس أو نسخه على ورقة رسم بياني ومن ثم نريد ماذا أن نفعل نعم نقوم برسم انسحاب خمس وحدات إلى اليمين وثلاث وحدات إلى أعلى إذن نقوم برسم أو انسحاب للرؤوس كل رأس انسحاب خمس وحدات إلى اليمين لو قمنا بحساب هذه الوحدات لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هنا انسحاب خمس وحدات هذا الرأس أيضا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس وحدات أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هذا الرأس انسحاب خمس وحدات إلى اليمين أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أيضا خمس وحدات إلى اليمين يتبقى عليه ماذا؟ يتبقى عليه ثلاث وحدات إلى أعلى نرسم انسحاب ثلاث وحدات إلى أعلى نقوم برسم ثلاث وحدات إلى أعلى انسحاب ثلاث وحدات إلى أعلى فيصبح بهذه الصورة ولا ننسى أن نسمي هذا المربع فشرطة قاف شرطة ها شرطة يا شرطة لدينا أيضا مثال الانسحاب في المستوى الإحداثي السؤال الثاني أرسم المثلث عين كاف لام الذي إحداثيات رؤوسه عين سالب ثلاثة وأربعة وكاف واحد وثلاثة ولام سالب أربعة وواحد ثم أوجد صورته بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليمين وخمس وحدات إلى أسفل واكتب إحداثيات رؤوسه بعد الانسحاب قمنا برسم هذا المثلث على الرسم الورق بياني ثم نقوم بانسحاب مقداره ماذا؟ وحدتان إلى اليمين وخمس وحدات إلى ماذا؟ إلى أسفل قمنا هنا بانسحاب وحدتين إلى اليمين وقمنا بانسحاب خمس وحدات إلى أسفل فأصبح هنا الرأس الجديد عين شرطة وكذلك لبقية الرؤوس انسحاب وحدتين إلى اليمين وخمس وحدات إلى أسفل فيصبح بهذه الصورة الآن نريد أن نكتب إحداثيات الرؤوس بعد الانسحاب إحداثيات الرؤوس أو حدوث الرؤوس الصورة عين شرطة هي ماذا؟ هي هذه عين شرطة هي على سين سالب واحد وعلى صات أيضا سالب واحد عين شرطة هي سالب واحد وواحد وكذلك كاف شرطة هي ثلاثة وسالب إثنان كاف شرطة هذه الصورة كاف على سين ثلاثة وعلى صات سالب إثنان أيضا لم شرطة هي سالب إثنان وسالب أربعة لم شرطة هنا سالب إثنان وسالب أربعة هذه هي لم شرطة لاحظ أنه ماذا؟ أنه بالإمكان إيجاد هذه الرؤوس بإضافة إثنين إلى الأحداث السيني وسالب خمسة إلى الإحداث الصادي أو 2.5 إذن الرأس الأصلي لدينا عين سالب ثلاثة وأربعة نجمع عليها 2.5 نقوم بإضافة على الإحداث السيني على الإحداث السيني هنا نضيف 2 والإحداث الصادي نضيف إليها سالب خمسة فيكون الجواب ما هو؟ فيكون الجواب الصورة عين شرطة هي سالب واحد وسالب واحد كذلك كاف إحداثها 1.3 نجمع عليها في الإحداث السيني 2 وفي الإحداث الصادي سالب خمسة فتصبح كاف شرطة هي 3 وسالب 2 كذلك الرأس الأصلي سالب أربعة وواحد نقوم بجمع عليها في الإحداث السيني نضيف 2 والإحداث الصادي نضيف سالب خمسة فتصبح الصورة لا مشرطة هي سالب 2 وسالب أربعة لدينا تحقق من فهمك أرسم المثلث ألف بجيم الذي إحداثيات رؤوسه ألف أربعة وسالب ثلاثة با صفر واثنان جيم خمسة وواحد ثم أوجد صورة المثلث بعد كل انسحاب مما يأتي واكتب إحداثيات رؤوس الصورة السؤال با وحدتين إلى الأسفل وجيم يريد أربعة وحدات إلى اليسار وثلاث وحدات إلى أعلى هذا هو المثلث قمنا برسمه في البداية بإحداثيات الرؤوس كما أعطانا ألف أربعة وسالب ثلاثة هذه هي ألف وبا هي صفر واثنان وجيم هي خمسة وواحد المطلوب في السؤال با انسحاب وحدتين إلى ماذا؟ إلى أسفل هنا انسحبنا وحدتين هنا وحدتين هنا أيضا وحدتين فأصبح المثلث الذي باللون الرصاصي هو الصورة بعد الانسحاب نكتب الرؤوس ألف شرطة هي أربعة وسالب خمسة با شرطة هي صفر وصفر جيم شرطة خمسة وسالب واحد أما في المطلوب جيم يريد انسحاب أربعة وحدات إلى اليسار وثلاث وحدات إلى أعلى فأصبح بهذه الصورة كما هو أظاهر أمامكم في المثلث باللون الرمادي إحداثيات الرؤوس ألف شرطة هي صفر وصفر با شرطة هي سالب أربعة وخمسة جيم شرطة هي واحد وأربعة لدينا مثال من اختبار السؤال الثالث اختيار من متعدد إذا أجري انسحاب للمثلثين صاد عين بمقدار وحدتين إلى اليسار وثلاث وحدات إلى أسفل فما أحداثيات الرأس عين شرطة هل هي البديل ألف اثنان واثنان أم البديل با أربعة واثنان أم جيم أربعة وسالب واحد أم دال اثنان وسالب واحد لحل هذا السؤال سوف أترك لكم الوقت للتفكير في حله الآن لكم الوقت يا أحبتي شكرا شكرا الآن نعود إليكم يا أحبتي هل فكرتم في حل هذا السؤال ما هي أحداثيات الرأس عين شرطة بعد انسحاب بمقدار كام بمقدار وحدتين إلى اليسار وثلاث وحدات إلى أسفل نريد أن أحداثيات الصورة عين شرطة هذا هو الرأس عين إذا قمنا بانسحاب وحدتين إلى اليسار إلى هنا ومن ثم ثلاث وحدات إلى أسفل هذه واحد اثنان ثلاثة سوف يصبح هنا الرأس عين شرطة ما هي أحداثيات هذا الرأس نعم سوف أولا طلب إليك تحديد أحداثيات النقطة عين بانسحاب مقدار وحدتين إلى اليسار وثلاث وحدات إلى أسفل الحل يمكن إجابة دون إجراء أيضا انسحاب للمثلث بكامله نستطيع أيضا أن نحل دون أن نجري انسحاب للمثلث بالكامل الشكل الأصلي احداثيات النقطة عين كما هو معطى هنا ما هي احداثيات النقطة عين؟ هي أربعة على محور السين أربعة وعلى محور الصات اثنين إذن احداثياتها أربعة فاصلة اثنين انسحاب مقداره وحدتين إلى اليسار بما أن الإحداث السيني للنقطة عين هو أربعة إذن يعني نطرح اثنين من الإحداثي السيني إذن الإحداث السيني للنقطة عين شرطة هو أربعة ناقص اثنين سوف يصبح اثنين انسحاب مقداره ثلاث وحدات إلى أسفل وبما أن الإحداث الصادي للنقطة عين هو اثنين إذن يعني طرح ثلاثة من الإحداث الصادي نطرح ثلاثة إذن الإحداث الصادي للنقطة عين شرطة هو اثنين ناقص ثلاثة ويساوي سالب واحد فيكون إحداثيان نقطة عين شرطة هو اثنين وسالب واحد ويكون الجواب هو البديل ماذا؟ هو البديل دال من بين هذه البدائل البديل دال الذي يقول أن الحداثيات هو اثنين وسالب واحد هو الإجابة الصحيحة لدينا تحقق من فهمك السؤال دال اختيار من متعدد إذا أجري انسحاب للمثلث دال ها واو مقداره ثلاث وحدات لليمين وأربع وحدات إلى أعلى فما أحداثيات النقطة ها شرطة هل هو البديل ألف اثنان وواحد أم البديل باء سالب أربعة وسالب سبعة أم البديل جيم سالب أربعة وواحد أم البديل دال اثنان وسالب سبعة هذه هي البدائل إحداثي النقطة ها هو سالب واحد وسالب ثلاثة هنا على الرسم البياني النقطة ها إحداثيها على محور السيني سالب واحد وعلى محور الصاد سالب ثلاثة إذن نضيف على الإحداث السيني ثلاثة ونضيف على الإحداث الصادي أربعة فتصبح ماذا؟ اثنان فاصلة واحد أضفنا على الإحداث السيني ثلاثة انسحاب إلى اليمين مقداره ثلاثة وعلى الإحداث الصادي انسحاب إلى أعلى مقداره أربعة فأصبحت اثنان فاصلة واحد إذن ها شرطة إحداثيها اثنان فاصلة واحد هذه هي النقطة ها شرطة اثنان وواحد إذن البديل الصحيح هو ألف ويمثل اثنان وواحد وهو إحداثي النقطة ها شرطة لدينا في تأكد السؤال الأول أرسم صورة المثلث فاقاف كاف بانسحاب مقداره أربعة وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أعلى هذا هو المثلث نريد أن نرسم انسحاب له بمقدار أربعة وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أعلى هنا نرسم انسحاب مقداره أربعة وحدات إلى ماذا؟ إلى اليسار لاحظوا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة أيضا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة قمنا برسم هنا انسحاب أربعة وحدات إلى اليسار ومن ثم وحدة واحدة إلى أعلى انسحبنا وحدة واحدة إلى أحلى فأصبح في هذا الموضع هذه النقطة فا شرطة وهذه النقطة كاف شرطة وهذه النقطة كاف شرطة أيضا في تأكد أرسم المثلث سين صاد عين الذي إحداثيات رؤوسه سين سالب أربعة وسالب أربعة صاد سالب ثلاثة وسالب واحد عين اثنان وسالب اثنان ثم أوجد صورة المثلث بعد كل انسحاب مما يأتي واكتب إحداثيات رؤوسه السؤال الثالث يريد انسحاب ثلاث وحدات إلى اليمين وأربعة وحدات إلى أعلى نقوم برسم المثلث برؤوسه وحداثيات رؤوسه هذا هو المثلث سين صاد عين نريد انسحاب ثلاث وحدات إلى اليمين في هذه الصورة ننسحب ثلاث وحدات إلى اليمين ومن ثم أربعة وحدات إلى أعلى فيكون هذا هو الصورة سين شرطة عين شرطة إحداثيات الرؤوس سين شرطة هي سالب واحد وصفر صاد شرطة هي صفر وثلاثة عين شرطة هي خمسة واثنان في تدرب وحل المسائل السؤال الثالث عشر تقنية ابحث عن أحد التطبيقات الحاسوبية المناسبة لإجراء انسحاب لشكل هندسي تقترحه بمقدار خمس وحدات لليمين وثلاث وحدات للأسفل واشرح خطوات الحل باستخدام برنامج الباوربوينت من خلال حزمة أوفيس 365 المقدمة لكم مجانا يا أحبتي من خلال منصة مدرستي نقوم بالضغط على إدراج من الشريط العلوي لإدراج شكل هندسي ندرد شكل مستطيل مثلا ونحدد الشكل ومن ثم نضغط إضافة حركة ونختار خطوط ومن ثم نحدد الاتجاه الذي نريد ومقداره كما في هذه الصورة نستطيع أن نرسم انسحاب مقداره خمس وحدات إلى اليمين باستخدام الباوربوينت ومن ثم انسحاب ماذا؟ ثلاث وحدات إلى أسفل وهذه هي الرؤوس ها شرطة قاف شرطة يا شرطة فا شرطة إلى هنا يا أحبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر